السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير في الفترة الأخيرة ظهرت فيديوهات كتير بنتكلم عن كريم البنسينول للشعر واستخدامه لتنعيم الشعر والفرد الشعر وظهرت وصفات عديدة زي استخدامه مع زيد جوز الهند للشعر يا ترى هل الكلام ده صح ولا غلط؟ وإيه أضراره؟ ولو ليه أضرار إيه البدائل الأفضل؟ ده اللي هنتعرف عليه في فيديو النهاردة كريم بنسينول للجلد أو للبشرة بيحافظ على المياه في الجلد وبيرطب وبينعم البشرة وليه فوائد كتير البشرة بيخليها أكثر ليونة كما أن ليه خصائص منضل التهبات وبيعمل على شفاء الجروح أولا خلينا نتفق أن استخدام أي كريم مصنع للبشرة على الشعر أو العكس أمر خاطئ جدا نرجع لوصفة البنسينول مع زيد جوز الهند زيد جوز الهند زيد دهني جدا يعني ممكن يعمل ترطيب للشعر أو بمعنى أدق بيعمل تغليف للشعر طيب إيه دور البنسينول هنا هل بيفيد الشعر هل بيطول أو بيناعم أو بيفرد الشعر البنسينول بيقلل أو بيجفف الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر كريم البنسينول لا بيفرد الشعر ولا بيساعد في إطالة الشعر بل بالعكس ممكن يتسبب في زيارة قشرة الشعر كمان ممكن يسبب تكسر في الشعر الخفيف لأن قوامه سقيل على الشعر فبالتالي ممكن يؤدي إلى طلف الشعر طيب إيه الحل لو عايزين نستخدم حاجة يكون فيها البنسينول هناك العديد من منتجات العناية بالشعر وأيضا تحتوي على البنسينول زي شامبو بنسينول للشعر محلول بيبنتين للشعر بنسوفيل للشعر أو بنسينول لسيول للشعر فيه برضو منه بنسينول بخاخ للشعر دي منتجات معدة خصيصا ومصنعة وطريقة تصنيعها معمولة علشان تفيد الشعر ولكن ماينفعش نستخدم كريم للعنايب البشرة ونحطه على الشعر بحجة أن ليه فوائد عديدة وده الأضرار العديدة اللي احنا ذكرناها لحضراتك وبكده فيديو النهاردة يكون خلص أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي بيشوفنا الأول مرة يسعدنا أن هو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان توصلوا دايما في فيديوهاتنا الجديدة شكرا جدا لكم على المشاهدة ونشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته